المترجم للقناة الكريكو يعني ما لعمل الكريكوي كارتي وراية للطيرويد كارتي وقلنا التونس كلاستيكس إلو أبري في إج إيش هو؟ إلوه أساس للترو فوكال كون أما الكوادرانجولر الممbrane إلو أبري في إج الأبري في إج الأبري بيبقى ماسك في الإيبجلوكتس أما اللوور يعمل لي فيستيبولر ليجامل وهو أساس الفوكال كون تمام؟ بعد هيك لعننا الآن الجوينت ومعننا الآن الجوينت في ممتعين الآن الجوينت الجوينت الأولانيلي اللي هي بين الكريكوين والانفيرير هون والثيرويد كارتي نسميها كريكو الثيرويد جوينت اللي هي هاها؟ هاها الانفيرير هون وهذا الكريكوينت إيش أهمية هذي الجوينت؟ أولاً إيش ساينوفيال جوينت يعني فيها موهمنت موهمنت سراندد باي ليجاملت في حواليها ليجاملت إيش اللي بصير فيها الموهمنت هاي بتأثر على التنسة في الفوكال كون تنسة يعني بتشد الفوكال كون كيف بتشده؟ إنه في عندي تايرويد كارتليج تنسة في الفوكال كون ثم بصير في الها تلتي دانوورد بالطريقة هاي بصير عندي تنشن تنسة في الفوكال كون عكس هاي الحركة تعمل بذان تنسة لنكتنين تنسة في الفوكال كون لكريكو تايرويد هاي بتعمل تنسة عكس هالفوكاليز تعمل لنكتنين أو لكسيشن تنسة في الفوكال كون إذن هاي أول جول شوف الجوينت التانية كريكو أريتينويد يعني بين الكريكويد كارتليج والأريتينويد تعارفين تنسة أريتينويد جايين على الأبر بوردر أفوكال كريكويد برضو هاي ساينوفيال جوينت ساينوفيال جوينت أوكي وفيها موفمنت طيب إيش الموفمنت يلاقي الأريتينويد فيها روتاتوري موفمنت وهاي اللي بحرك الروتاتوري موفمنت المسكولاري بروسس إيش قلنا إلي هاتو بروسس فوكال ومسكولار فلما يتحرك المسكولار الفوكال كورد بتحرك فيها حركتين أبداكشن و أبداكشن مين اللي بعمل الأبداكشن اللي هي البوستيريور كريكو أريتينويد مصر تروح محركة المسكولاري بروسسس آوتويد الفوكال كورد بروسساتوري عكسها تماماً لاترال كريكو أريتينويد اللاترال بالعكس تحرك المسكولار إنتام له إلى الداخل شو بصير للفوكال كورد؟ أبداكشن إذن هاي الجوينت مهمة جداً في الفوكال كورد لأنه بتعمل أبداكشن أو أبداكشن تحرك المسكولار كورد الكفتي 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 يبدأ من الإنلت الكفتي لغاية لتركة لأنه قلنا هو يبدأ من والآن اللامكشن من المدل سي تري لغاية سي 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 أو كريكوي كارتري هذا الكفتي كريكو ثم منقسمه عادة إلى three compartments أو three parts. تلات عزة. Cavity of the larynx. الجزء الأول اللي هو جاي above the false vocal cord. هذا الفلس. وتحتيه لترو. هذا لترو هذا الفلس. أو بنسميه vestibular cord. فإذا من الإنلت لغاية الفلس هذا الفلس كمبارتمنت نسميه vestibule of the larynx. vestibule of the larynx وهو مدخل لللمس يبدأ من الإنلت لغاية فلس vocal cord. الآن السيكند كمبارتمنت. إذا من الإنلت لغاية الفلس والترو. وهذا small compartment جاي بين الفلس والترو. وبسموه كمان gluttic compartment. gluttic compartment إذا من الإنلت لغاية الفلس والترو. طيب إيش في موجود بين الفلس والترو؟ في عنا حاجة يسمها لارينجيال. إيش هذه الكلمة؟ ها ventricle أو sacriune. في بعض الكتب يسمون ventricle. في بعضهم يسمون atria. ويؤدي إلى ساكيون. إيش هو الساكيون؟ كافتي جاي في اللترى الول. بين الفلس والترو. في الول. طيب إيش وظيفته هذا الساكيون؟ إيش وظيفتها تعمل سيكريشن فول فول لابريكيشن فطلع عليها كيف؟ شوف هذا الساكيون؟ هاي القانع فوق. لأن من هون بتنزل السيكريشن. وين بتروح؟ على الترو فوكال كور. هل اتصل للفلس؟ ما اتصل للفلس. أنا جاي تحتين. إذن ما وظيفة الـ ventricle and sacriune. وبالذات الساكيون. تحتين سيروميوكس. جلان. وهي بتعمل سيكريشن. فور لابريكيشن. أو ترو فوكال كور. مهمة. أين تقع؟ في الميدل كومبارتن. في الول. الميدل كومبارتن. الآن الثالث كومبارتمنت هذا. اللي هو يقع بلو. لترو فوكال كور. لغاية لتريكي. لغاية لتريكي. لغاية لتريكي. ونقطة مهمة. تذكروا المحاضرة الماضية. وأن هدول اللي ترو فوكال كور. إذا صال إلهم الدكشن. إيش بيعملوا؟ بيعملوا السفوكيشن. يعني لما يجوا على بعض. الهوى كله بصير مضغوط. تحكيروا. طب هل في هوا بدخل؟ ما فيش. فلازم إيش؟ ينفتهم. عشان هيك في العمليات. قبل ما يدخلوا المريض على العملية. بيخدروه. وبحطوله اندو تريكيال تيوب. شو اللي انتو تريكيال تيوب؟ عبارة عن بلاسفك تيوب. بدخلون من الأورال كافيتي. وبعدين بدخل في الاملة. بدخل في الاملة. وبعدين بيجي بتوين. لترو فوكال كورد. حتى يصل لتريكيال. بسموه اندو تريكيال تيوب. طب شو وظيفته؟ طول ما نمر يند مخدر. محطوط على مجين من الأكسوجين. بيتم تعطيه أكسوجين. والذي يأتيه بتبنفذ. لو صار بصير. بصير اش لانه في يوتيوب نازل. وقلنا في الاميرجنسي. زي ما عطيناكم ميثات. افرض انه واحد تسكر عنده العبر اسميرات الاتراب. يعني النوز امتلأ اتراب. اللبينس سكر. امتلأ اتراب. شو بعمل انا؟ نعمل هون سوبر اسفيرمال تريكيوستومي. اللي هي بتجوين السوبراتي. التريكيال هون. في المنطقة هاي. فأنا بدخل بلول الترو فوكال كور. وبلول بلوك. محل ما في تسكير. فاهمين؟ هذا هو. إذن الاندو تريكيال تيوب بندخله. لازم يعدي بتوين الترو فوكال كور. تو تريكيال. ولما بعمل تريكيوستومي. لازم تكون بلو الترو فوكال كور. إنه إذا صار انجوري للريكران تلارينجيال نير. بايلاتيرال. ممكن يصير الدكشين أو في ترو فوكال كور. ما عنده بصير المريض. عنده صفكيش الاختماع. بروح عامل. هون بعمل. سيرجيكال. تريكيوستوم. سيرجيكال. طيب. إيش هو الباندري. أو لارينجيال. إنهت. لأن تطلع على الصورة هاي. دائماً أطباء التخدير. تبقى في الدماغه. ما بنسوها. أول ما يطلع على المريض. على الأورال كافيتي. لازم يشوف. الإنلت. هذه الإبيجلوكتس. هذا اسمه آلي إبيجلوكتك فور. آلي إبيجلوكتك فور. إيش هدول المبينين؟ ترو فوكال كور. لونهم أبيض. فهو بفتح. بنزل للسان المريض. وبتطلع على الإنلت. بروح ندخل لتيوم. بين لترو فوكال كور. من هون بروح دافعه. بنزل على التريكل. هيك بعمل الإنتو تريكل تيوم. فلازم يشوف المنظر. اللي أمامنا. وبعدين يدخل لتيوم. ليش مبينين هدول اللي ترو. يعني اللي ترو. لونهم أبيض. هم مور الدكتب. ذان the vestibular. vestibular. لونه رد وأبعد. واعلا. فإحنا بهمنا. لترو فوكال كور. فبقولنا أيشي البانداريس من المنزل. بقول. سوبيلور لفري edge of epiglottis. هيا. تبقى كفر بي نيوكوز. بعدين عالبوث سايد. آلي إبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ. والآلي إبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ الالتينويد. إذن هادي البندر. ولما نقول ايش العضلات اللي بتشتغل على الاملت أو زي ما قلنا كيف بصير الكلوجر of the inlet. وان هاي الابيكلوتس تندفع backwards and downwards. واللنينج نفسه تلوز اطوار. والعضلات اللي موجودة بين الالتينويد تروح مساكل للمنطقة هاي. شاد على الميدلين. وهاي ايضا كمان بتعمل كونتركشن اللي هي الالي ابيكلوتكوس. فبيعملوا كلوجر of the inlet. وان هذا في حالة الديكلوتشي. حالة الديكلوتشي. إذا نعرفنا اللارينجية الانت والبندر استرعيها. الالي ابيكلوتشي. اللي ابيكلوتك فورد. قلنا هذا جاي من الابيكلوتس من فورد. وبصل لغاية الالي تينويد. فهذا هو الفورد. آري ابيكلوتك فورد. قلنا فيه الكيونيفورد من الكورنيكوليت. تو كارتلش. الكيونيفورد موجودة في الفورد نفسه. أما الكورنيكوليت الانت والبندر استرعيها. لأنا بتتنفصل مع الابيكلوتس من الالي تينويد. طيب ايش هي الانفيريور اوبني؟ هي اللي بتوصل للتريكية. للتريكية. ووصل لتريكية. اللي هي هاي. هاي. لدول ومن ثلاثة العقلية، ومن ثلاثة العقلية من الجزء الثلاثية. هذه الدفجين من ثلاثة مجموعة، وأن هذا الجزء، الذي جاء في النص، الذي عليه كل مفينتركن، هذا المدى، لأنه يلقع بين الفلس والثلاثة، وهذا الساكيون، اللي هو جاي على الجزء الثلاثية. إذن فيه مدى، ونفراغلوطي، 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 طيب، شوف الصورة هاي، ونحن نتكلم عن الفوكال كورب، وأن هذا الفلس، هذا الثلاثة، هذا الثلاثة، وهون، قلنا الخطين البيض، في الصورة بتاعت التخدير، أول صورة، بين الخطين البيض، هدول الخطين هما الثلاثة، 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 الآن، من إيش مكون لثلاثة؟ برضو هذا في العمل، كتير بشي، ساهم، تعرف إنه هذا الثلاثة، بقول لك، من إيش مكون؟ نمبر، 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 باقي، اللارنس، اللي هو، ريسبايراتوري، نمبر، 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 وهي سترياتي مصري، سترياتي، إيش النيف سبلايلها؟ ريكرانت لريجيال نيف، شو وظيفتها؟ لاكسيشن، عكس التنس، لاكسيشن، إذا هاي الفوكاليس، طيب، لا يوجد سبلايل ميوكوزا، اللي تروفوكالكورد، ما في سبلايل ميوكوزا، ليش؟ عشان ما يصيرش تجمع للفليون، إذا صار تجمع، بصير له أدكشن، فبتأثر، وبأثر على الصوت، لذلك، لا، سبلايل ميوكوزا، و لا، لا، أيضا ما فيش إلو لينفتي، بلد فيزلز، ليش هو وايد؟ لأنه، لا بلد فيزلز، طب كيف بصير البلد؟ بايدفيوجين، بايدفيوجين، بصير البلد، لكن جواته ما في بلد فيزلز، عكس، الفوكاليس، ريتش إلى بلد فيزلز، ولون أريك، الكلام، طيب، الفوكالكورد، من الأريتينويد، لغاية اللامنة، أو الأنجل، أو الثايرويد، هاي طالع عليه، هادا الفوكالكورس، للأريتينويد، وهي ماشي لغاية الأنجل، أو الثايرويد، كارتش، طيب، إذن، هاي، كلها الكاركترز، أو، تروفوكالكورد، طبعا، كيف تروفوه، صحة؟ صوت متخينة، بينما في نيال، بينام، بينما في النيال، العكس تدام، بيئ شورتا، يعني، هاي بيتش، الفوضس الفيستيبولار فول إن هاده جاي أبوف انتلترى هاده اللي ترو هاده الفولس إيش الفتحة هاي الـ ventricle أو الـ atrium لوين بتوصل للساكيول إيش هو الساكيول هو كافتي طالع لفوق يعني ديب to this region ديب to this region فوق مملوك بجلان سير مملوك بجلان عشان لما بتنزل السيكريشين وين بتنزل عال true vocal code بتعملو الـ application الفولس لونه أحمر لأنه rich in the blood vessels هل إلو علاقة بالفويس؟ نون ما إلو علاقة بالفويس طب إلو علاقة في إيش؟ إنه مرات لما بصير فيه contraction الـ space between الفولس vocal core بصين بعملو نروين فقط لا غير بس مين اللي بعمل نروين أكتر؟ The truth The truth فلذلك الفولس ما إلو قيمة بالنسبة للـ speech بالذات طيب الفولس ولا إيش؟ الفولس ما معه ولا إلو لو القطر عادة اللارينجية الفنترق طلعوا هذا توضيح هون الإنلت والفيستيبيون هون المتل المتل بين الفولس والترو هذا هو الساكيون اللي بحث عنه جاي من الفنترق الأطوار وإن هذا مملوء بالسيروم بيوكاس جلاند لأن لما بنزل السيكريشيب وإي بيجي؟ عن التروب بعملو الابريكيشي بس هذا اللي بنا بحكي عن الفنترق الأطوار بتشوفوه في العملة موجود الآن إيش هي؟ ريما فيستيبيولاي و ريما غلوطيديس هي سبيس بين الفولس بوكال كور بوكال اندلمت هذا الاسبس يو قاني؟ ريما فيستيبيولاي بين الفولس أما ريما غلوطيديس إيها بتوير النتروب هذا التروب Ronaldo دم سمى هذا الاسبس ريما غلوطيديس هذا الاسبس ريما غلوطيديس مين الأهم؟ ريما غلوطيديس علشان يقد إيش العضلات اللي بتأثر على الريما غلوطيديس الهيبوستيريور كريكوانيتينوين ولاترال كريكوانيتينوين التنس واللاكسيشن بأثر؟ لا ما بأثر لأنه هذا يا عطول يا شورت يا شورت يعني الاسميس ما بتأثر انت بتأثر الاسميس يا عبدكشن يا عبدكشن لذلك لازم تعرف انه كلمة ريما جلوتيديس هي الاسميس لاذا بأثر عليها؟ هذا الاسميس إما عبدكشن أو عبدكشن من اللي بيعمل عبدكشن؟ بوسسيريور والابداكشن كريكوانيتينوين دكتور بأثر على سنتين ولا بس على الجلوتيديس؟ ها؟ بأثر على سنتين هذول البوسيار واللاكسيشن لذلك ريما جلوتيديس والاستيبيولاي. ولا بس اوحدة? اوحدة بس. هم بيشتغلوا على كون. قلنا الفولس ملوش دعوة. طيب. اذا حكينا شو معنات ريمة بستيبيولاي? حكينا شو معنات ريمة? يعني هون في توضيح انه مرات في عندي عضلة موجودة على البوستيريور بارت. او ريمة بلوكيدي. ايش اسمها? من العضلات في عندي ابليك. فيه ترانسفيرس. اكريكو. اريتينون. الترانسفيرس هاي موجودة على البوستيريور بارت. لما بصير لها الدكشن هي جاي من الكريكويت. ها? من الرايت لللفت. او من اللفت للرايت. عشان هيك تجاي ترانسفيرس. عايش بتأثر؟ على البوستيريور بارت. او بريما بلوكيديس. فقط. عن المسلز. واضحة كلامنا واضحة على كلمة الريما بلوكيديس سانتوستيبولاي. هو الوضع بين المسلز او الترو. طيب. المسلز. كل المسلز المسلز من اللارينز هي انترينسيك مصلي. يعني جو اللارينز. ما عدا عضلة واحدة جوزوما. كريكو وفايرو. جاي من بره. لكن متأثر على البوكال كورب. فهاي المسلز كلها بتأثر على البوكال كورب. الان احنا كيف نقسم المسلز؟ اول جروب بتأثر على الانلت. لانه الانلت مهم. يا بفتع يا بسكر. طيب ايش العضلات اللي بتأثر على الانلت. اللي هي الاني ابيجلوتيكاس مصيل. ها. اللي موجودة في الفورت. في الفورت. وفيه كمان زي ترانسفيرسس. اريتينويد مصيل. هنحكيهم. اذا اول جروب. الانلت تنسة في الفورت. وهدو العضلتين بيشتبينه عقص معا. مين اللي بتعمل تنسة في الفورت كورب؟ كريكو سيرو. مين اللي عكسها؟ ثايرو اريتينويد بين قوسين فوكاليس مصيل. بتعمل الأكس ايش. اذا هادي تاني جروب. ثالتي جروب بتأثر على الابدكشن والابدكشن والتروفوكال اللي هي بتأثر على ريما بلوتيدز ريما بلوتيدز مين اللي بتعمل الابدكشن لاتيرال جريكو اريتينون طيب من اللي بتعمل الابدكشن باستيريو جريكو اريتينون إذن باختصار لما بداحك عن العضلات بتقسمهم إلى ثري جروبز أول مجموعة شوف هاي أول مجموعة بتأثر على لينك أوف تروفوكال هذي الكريكو ثايرون شايفينها كريكو ثايرون وهي جزئين شايفين هذا وهذا هذول الجزئين ومن اسمها كريكو ثايرون يعني طالعا من الكريكوي إلى ثايرون كارتلج ومن هاي العضل الوحيدي اللي بيغنيها من الاستيرنا لارينجيال نير وهو براش من السبير لارينجيال اللي بيغنيها اللي بيغنيها اكستيرنا اللي بيغنيها ضايد ايش الوظيفة تبعتها تنز أوف ذي فوكال كور بتشد الفوكال كور يعني تعمل هاي بيتش أوف دي بولز واضح كلامنا هذي الكريكو ثايرون الآن كلينيكالي كلينيكالي النير سبلاي اللي أسمو اكستيرنا لارينجيال نير ماشي مع ارتر اللي هو سبير ثايرويد ارتر فلما بنعمل ثايرويد ديكتوبي بنروح رابطين السبيريال ثايرويد نعمل وكت عشان ما يصير اش بليتي فبروح مرات مش شايفين الاكستيرنا لارينجيال لأنه رفيع كتير روح عمين لو كت فإذا عمل كت عال ايش بصير عندنا خلاق تنز اللي هو الصوت المجدور ديو صير عكسه صوت واطي يعني ويكنيس الدي ويزا كانت عالجهتين بتعمل يعني الصوت بصير زي صهيل الحصام في بحة في بحة واضعة تمام إذن هاي نتيجة النير اللي ماشي مع السوبيليون خايرويد آه إذا صارت على وان سايد تعمل ويكنيس في الفويس ويكنيس أما إذا كانت عال بوت سايد تعمل فورس نس أو فويس طيب هاي الكريكو تايرويد إيش العضل اللي عكسه تماما ونه فوكاليس أو تحفظها كريكو تايرويد تايرو أريتينو يعني جاي من التايرويد تو مسكولي بروسس طيب تزدنا طيب إذا هاي أول عضلتين بيأثروا على اللين of فوكال كور هاي نفسها الكريكو تايرويد زي ما قلنا بتعمل تنس of فوكال كور طيب والنير سبلاي سوبيريور لريجيال نير وهذا ماشي مع مين مع السوبير تايرويد أرطا بينما بالعضلات من الريكارات طيب الآن عضلتين بيأثروا على الفوكال كور أبداكشن وأبداكشن لطالع على العضلات شوف العضلات هاي posterior كريكو أريتنو طهد عمل posterior surface of the lamina of the cricoid ورايح على المسكول process of أريتنو زي ما هاي posterior كريكو أريتنو أما هاي هاي اللي جاي من اللترال wall of the lamina lateral side ورايح على المسكول process هاي lateral كريكو أريتنو دول العضلتين مسكين في المسكول process posterior بتروح شاد المسكول process بالطريقة هاي external and posterior شو بتعمل abduction بينما تطلع على lateral بتروح شاد المسكول internal لجوة إذن شو بتعمل abduction عكس بعض إذن عضلتين بأثر على vocal cord واحد بتعمل abduction اللي هي abduction lateral وعكس البوستير لان لو تطلع هاي اسمها oblique arytenoid وهاي transversus arytenoid يعني مسكين في arytenoid بعد طالع من الرايط رايح على اللفت التاني من اللفت و the right هذه transversus أما الأبليك فطالع من المسكولر ورايح على الابكس of the arytenoid عند الابكس فهذه اسمها oblique arytenoid واضحة طب هدول ايش بعمل ان التransversus بتشد الانلة of the larynx من posterior part posterior أو بنقول remaglottides ل space بصير لو adduction أو نروي posterior by التransversus arytenoid الابليك برضو بتشدهم obliquely backwards backwards إذا شفنا الآن عضلتين بيأثروا على elvocal code adduction abduction هذه اللترال و التال ايش بغذيهم the current larynge طالع الانلة هذا الانلة of the larynx شايفين هذا الجزء اللي هو posterior هاكي التransversus بتروح عن نروي للمنطقة ها للانلة وهاي الفولد الفولد اللي فيه ary epiglotticus muscle ary epiglotticus muscle من الارتينويد إلى الابي glottis transversus ary tinoi جاي من الباك والمدال surface of ary tinoi cutlet and insert in the back and medial surface of opposite ary tinoi من الراية للليف أو من الراية للليف ax 1 transversus هاي closes the posterior part of lima glottidis and approximating ary tinoi cutletic وبيغذيها بيغذيها بيغذيها لارينجيال nail thairo ary tinoid اللي الفوكالز حكينا عنه طلعوا عليها هاي thairo ary tinoid بصد هاي جاي من thairo الاري tinoid هاي بس تصل الاري بتروح ماشي مع الفوكال كورب عشان هي من الكنتنت الفوكال كورب طب شو وظيفتها تعمل relaxation أو relaxation of through vocal كورب عكس التنز تمام عكس التنز والنير صبراي بي كانت لارينجيال نير الابليك ary الاري طالع من المسكول البروسيس لأ one ary tinoid ورايح للأيبكس of ary tinoid of the other side هاي تعمل نرو للإنت of the larynx larynx وبرضو بي كانت بي كانت لارينجيال نير ثايرو epiglottic أو ali epiglottic muscle ثايرو يعني جاي من الثايرو ورايح لا ال apiglottis هاي هاي العضغ اللي جاي من الثايروي ورايح ال epiglottis هاي بالعكس رح تشده على lateral side شو صين عندي wide name هاي عكس lklosure عكس lklosure بالعكس متوسع lkl يعني ديمتها مش كثير احنا بهمنا lklosure اما انه يفتح زيادة مش مهمة كثير الان خلصنا lintrinseic muscle اذا lintrinseic muscle كيف انا بحفظهم group بتشتغل على inlet of the larynx وgroup بتشتغل على length of the true vocal core يا بتعمل لتنس يا laxation واخر group بتعمل abduction abduction يعني بتأثر على rimaglottitis space rimaglottitis space الآن عنا extrinsic muscle وادول اخدناه وادول كلمة extrinsic يعني جايين من البرة larynx وبيشتغلوا على larynx as group يعني group تعمل elevation of larynx زي ما قلنا لما بنعمل closure of the end ايش هم اللي هي elevator of the larynx dyagastric muscle خدناها في dyagastric training sternohioid بطعم الsterum للهيويد و mylohioid جاي من mylohioid line تيجي على midline وهذه بنسميها diaphragma aureus diaphragma aureus يعني عامل زي diaphragm للأور الكبت mylohioid واحدة من اليمين ثانية من الشمال وبيلتقوا في midline mylohioid وجينيو hyoid طالعا من inferior genia للتيوب الكيل ورايح للهيويد مون هدولا مع بعضهم supra hyoid muscle ايش بيعملوا elevation of the larynx بس عكس and also depressors of the larynx زي sternothyroid sternohioid وامohioid دولة بالعكس دي يكون the hyoid bone downwards احنا بهمنا الجروب الأعلى هاي اللي أنا بتعمل elevation of the larynx هاي ملخص للعضلات اللي حكيناها هاي البوستيريور هاي الأبليل بيناكم للترانسفيلز ملخص اوكي هاذا الفوكال كون شايفينه شوف الفوكال كون عامل زي السبعة طالع من الفوكال بروسيس للأريتينوي جاعة بالعنجل of phyrold شوف كين بيكون لون عبيض وهون اللي تريك يعني مبين اللي تريك يعني فالتيو مدخل بينا شايفين هاذا السبيس مهم اللي بيين بترو فوكال كون فالمسلز كلها وانا بتشتغل يا على الانلت يا على الكون طبعا الفانكشن اخدناها في اول محاضرة وانا open for inspiration الفونيشن اللي هو الصوت وانا بصير فايبريشن بترو محاضرة يعني ابتكشن وابتكشن اخدام اخدام في الافور وانا زي لفتي اخدام او زي الكفن بصير اخدام وانا بصير اخدام بصير اخدام 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 من الانفيرير ثايرويد اخدام اللي هو برانش من الثايروس الفايكا من الصبك ليه تنوضح الكيام اذا اولا عندي السبيريور لارينجيال ارتي الارجن تبعه من السبيريور تايرويد في اللي ماشى معاك السبيريور لارينجيال ارتي إنتران اللارينجيال ماهك ؟ اما اللي كل inten وی بقى ماشى مع السبيريور ثايروايد هو اللي جانا عента ل Companion م التنوضي ماschب اذا اعرفنا سبيريول ثايرويد آلتري ال�we websites أما الإنفيريور لارنجيال آخرين فهذا جائميه السبكلابين شوف هذا السبكلابين. هذا الثاغ الأيضا كارين، هذاالإنفيريور Coconut Artery. شوف يعطيني الإنفيريور لارنجيال آخرين. الإنفيريور لارنجيال آخرين. إذا الإنفيريور لارنجيال أوليجنات من الإنفير الثيرويد والثيروس الفيكال من الصبت لابر أسنع في الجروب بين الصوفيكس والتريكيا يأتي إلى اللاركس إلى المعارض من الإنفيريور المسجل المسجل الآن نقطة مهمة إنو الإنفيريور الثيرويد هذا اللي بيعطيه الإنفيريور لارينجيال مين ماشي معاه؟ ذيكارونت لارينجيال اللي بيعطي كل عضلات اللاركس ما عدا عضل شو معنى؟ معنى لما نعمل لإنفيريور ثيرويد أو الإنفيريور لارينجيال ممكن بصير إنجوري لارينجيال لأنه الإنفيريور داخل بين اللي برانش بتاعت الإنفيريور ثيرويد وواحد بين اللي برانش الإنفيريور لارينجيال فالريكارونت لارينجيال نير بما إنو معطي كل العضلات إذن هوني بدو وقت لازم نحكي عن الإنجوري لارينجيال نير هنحكي في آخر سلايب في آخر سلايب إذن في رايت وفي لفت ممكن يكون الإنجوري يوني لاترال وممكن يكون بايلاترال كومبليت يعني قطعت النير مع الارتري كلية وهذه الحالة شو بصير للفوكال كور بصير لهم ليس كومبليت أبداكشن ولا أبداكشن بصيروا في النص يعني لما ينقطعوا كومبليت الجهتين بصير السوفوكيشن ليش بتموا الفوكال كور دبعاد في نفس داخل طالب بس لما يصير بارشل انجوري شو يعني بارشل يعني جيت انت على النار وعلى السطح تابعه وعملت له مثلا كاتش أو عملت له منيبيوليشن فبصير انجوري للمين للسوبرفيشي الفايبر اللي جايين عالسطح هدول اللي بصير لهم دمج طب هدول بيغدوا إيش بيغدوا الابدكتور مصير طب لما يصير بارشل انجوري شو بصير لالفوكل كور ادكش اذا صار بايلاترال بصير عندي سافوكيشن اذا مين الابدكتور 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 وهو اللي بيعمل بايلاترال سافوكيشن احتنا وبطار اعمل تريكيس طيب موضحة هاي الكتة لانا مهمة حكينا عن الارتريس الفينز عكس الارتريس ففي عندي سوبيريور لارنجيا الفين بروح لسوبيريور ثايرويد وبعدين الانتيرمال جوكولار اما الانفيريور فبروح للانفيريور ثايرويد فين وين بنتهي الانفيريور ثايرويد فين في اللفت البراجيوسي عالليفت بريكيوسيفالي لانه اللفت اقوال اقوال وبالتالي في اللينفتك في الفينز دريميور هاي هادونا كلهم من الانفيريور جايين عليهم هذا اللقوع اللفت بريكيوسيفالي ما بروح الاظر رايت عالرايت اللينفتك دريميور بنقسم دائما اللارنجس أبر هاف ولوور هاف اللوور هاف بروحوا مع الاتريز عالديب سيرفايكل ليفنوس أم اللوور هاف في النهاية بروح عالديب سيرفايكل بس طبليها ممكن بروحه مع التريكيا بسمها بارا تريكيا ليفنوس بارا تريكيا ليفنوس للوور هاف طبعا. الإنرفيشي. آخر موضوع. هربنا نخلص؟ شوفوا. أول نير حكينا عنه superior laryngeal branch of vegas اللي بيعطيني. internal and external. laryngeal. الإنترنل sensory the mucosa of the larynx above the true vocal core. واضح؟ أما external. فهو motor motor the greek thyroid. muscle. طب واحد يقول لي the mucosa of the larynx below the true vocal core. السلسيجي تبعنا من وين؟ من recurrent laryngeal. نين؟ recurrent laryngeal. طيب. إذن هدول مهمين. قلنا هذا كمان مهم لأنه ماشي مع الارتري. أي آتري؟ superior thyroid heart rate. وقلنا إذا صار له injury on both sides بعمل horseless or force. one side بعمل weakness. نسم. طيب. هاي أول عصبين. طبعا في بعديهم طيب. 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 قولها. أنهم يعملöt تحت الأورثة الرايط يدخل في الثوراكس وبلو الأرش الأورطة يدخل الريكراند بين تريكيا والسوفيكس إذن اللفت أطول من الرايط لكن إحنا بهدنا إنه التنين التنين سواءاً الرايط أو اللفت يروحوا للمسلين للمسلين ولما بعمل أنا عملية في التايروبي في عندي رائط وليفت حوالي للمسلين ملاش دعوة بالأوريجين طيب إذن الريكراند نروح لكل المسل زائد سينسوري بلو الفوكال كورد للميو كورد هاي يطلع عليه هذا الريفت ريكراند هذا الريفت ريكراند شوف هذا الفيغاس هذا الريفت ريكراند هذا الفيغاس هاي أعطى اللفت ريكراند بينما هون هاي تحت السبكلايا إذن فيغاس وفيغاس هون شايفين تحت الريفت ريكراند هون تحت السبكلايا وبيجوا بين التريكيا والإيسوفيكس وبعدها بيروحوا للاريكس وبعدها بيروحوا للاريكس إذن الريكاران سنسوري وموتور سنسوري للميوكوزة بلول التروفوكالكور وموتور لأول مصنزة للاريكس إكسب الكريكو تايو لأول مصنزة للاريكس أخذته في النك إنه في عندي كاروتين شيف موجود على التوصعي والكاروتين شيف فيه الكمون كاروتين آر تري وبعدين ينقسم إلى إنترنا الكاروتين وإسترنا الكاروتين وفيه الفيغا سنير الفيغا سنير وفيه سنبتك التشين بتبع البوستيرو أربون شايفين هون الليفت ريكاران هون الرايكاران مبينين إذن فيه كمان بوستيريو ريليشن إنه الريكاران بينك الاسوفيكاس وفيه انتيريو السكيم فاشة والإنفراهايو المصل اللي حكيناه الإنفراهايو المصل اللي حكيناه طيب طيب الآن الريكاران الثيرويد يكتب لما نشيل الثيرويد ممكن يصير إنجوري للإكستيرمال اللارينجيال نير لأنه بنعمل للسكيم للثيرويد آرطري وكمان ممكن نعمل طبعاً لإنفرا الثيرويد آرطري فممكن يصير كمان إنجوري للريكاران لارينجيال نير على أي حال بعمل أعلى إذا كان على أعلى أعلى بعمل أعلى الثيرويد الآن بالنسبة لالريكارانت طالعوا الريكارانت إلو أربع حالات يونيلاترال وبيلاترال الينيلاترال ممكن تكون كمبليت سكشن أو بارشل والبيلاترال أيضاً هو كنت تكون كمبليت أو بارشل فكل حالة عايش أنا مدور هادولة اللي ترون فوكا لكم هاي هاي في حالة الأبضاكشن في حالة الأبضاكشن بالمبعاد عن بعض في حالة مسموها كدافيريك بوزيشن اللي جاي بين الأبضاكشن وبين الأبضاكشن فالآن انت الآن عليك واجب انه في الأربع حالات عايش بنتطلع على حاجتين بنتطلع على الاسبيتش بنتطلع على الريسبيريشن ميم أهم؟ ريسبيريشن طبعاً بالذلك بالنسبة للريسبيريشن أخطر حالة هي بايلاتيرال بارشن بايلاتيرال بارشن هاي بتعمل لي سافوكيشن يعني تلاقي المريض صار لونه أزرق وبطل قادر يتنفس وفي هذه الحالة بنعمله تريكيوسن إما تكون سيرجيكال أثناء العملية أو إمرجنسي زي ما قلنا حالات طارئة في الشارع اللي هي سوبراستير والهدف منها انك بتعمل فتحة على تريكيا حتى نعبر رئتين هوا والهادي لا تحتاج لأي جهد الهوا بدخل لحاله لأنه لأتين بده تعمل تروح شهد الأول بعدين النفس بتمشي الماتر بعدين رضع عن هذا بعدين انت لما توصله المستشفى بنطفوله الإيرباسي انت هاي عصدك على العملية انت هاي عصدك على العملية هلا إذا بارشن وكذا وراحل اللي هاده إنه علاج فيزيو تيرابي وإنه يعني غلياجات بس ممكن تبقى تيرابي ممكن ممكن جرع ممكن أحد الحدود ممتاز يعني حطيت حدود إذن أنا بهمني أولا نتدور على واخطر حاجة اللي بصير سوفوكيشن في البارشل بايلتر أخرى الريسفيريشن بدان موجود ممكن يصير نروي وديفكالتي لكن ما بيقى بعدان نطلع على السبيتش هلا السبيتش إمتى بروح السبيتش إذا كان بايلترال وكمبليت بروح السبيتش بارشل بروح السبيتش لأنه بتم برضو فيه فايبريشن بس هادي هي الحالات ومكتوبة عندكو تقرأوها وبيتديروا بادكو عليها اللي هي هادي أول حالة هاي بايلترال كوندين يونيلترال قارشل بايلترال وهذه بيصير فيها سوفوكيشن وتحتاج إلى تريد يوسكو تانكو اشتركوا في القناة